اهلا بكم في فيديو جديد ومحيكم نوم شركة ايفن والنهاردة معدنا مع فيديو جديد عن منتج من منتجات ايفن والريفيو بتاعنا النهاردة عن اه مارك اسبكترا لاش ماسكرا والمسكرة دي من اقدم المسكرات اللي موجودة عندنا في ايفن قبل ما نفدي الريفيو بتاعنا وقلكم رأيي فيها ايه ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا تعالوا نشوف رأي ايه في المسكرة دي زي ما انتم شايفين النهاردة هنتكلم عن المسكرة بتاعة مارك وهي اسمها اسبكترا لاشوي المسكرة دي بتتميز ان هي فيها تلات مستويات زي ما انتم شايفين كل مستوى من المستويات دي لما بتستخدميه بزود آآ كسافة الرموش فالمستوى الاول بيديكي كسافة عادية آآ مضروبة في اتنين المستوى التاني الكسافة بتبقى مضروبة في اربعة المستوى التالت بتبقى الكسافة مضروبة في ثمانية والفرق بين المستويات دي الفرق ان المنتج جوه بيكون على الفرشة بشكل اقوى فلما بتوزعي البرودكت على الرموش بيديكي مظهر آآ فيه كسافة اكتر وده شكل يا بنات الفرشة بتاعتها من جوه برضو الفرشة بتاعتها كبيرة مش صغيرة زي ما انتم شايفين كده اهو ده شكل الفرشة اهو يا بنات آآ مقارنة تم بفرش تانية فهي انا شايفة ان الفرشة بتاعتها كبيرة زي ما انتم شايفين المسكرة على واحد وبالرغم من كده مطلع آآ برودكت قوي جدا على الفرشة وكل ما زودتي الدرجة كل ما زاد على الفرشة تعالوا برضو اواريكم المستوى التالت وشكل الفرشة هطلع لينا شكله ايه بصوا يا بنات بصوا تحسوا ان الفرشة بقت غنية اكتر بالآآ مسكرة مش عارفة حتلاحظوا الفرق ولا لا بس انا شايفة ان البورودكت زاد على المسكرة من الفرش اللي عجبتني جدا آآ في حط المسكرة وهي بتكسف اكتر من اي حاجة تانية في الدنيا يعني هي دورها التكسيف اكتر من التطويل هي مسكرة الكسافة عندنا آآ في ايفون وزي ما انتم شايفين هي مكتوبة عليها ان هي مختبرة من قبل اطباء العيون مناسبة للناس اللي بتلبس عدسات او العيونها آآ حساسة من المسكرات اللي آآ حبيتها جدا الناس اللي رموشها طويلة هتناسبها جدا المسكرة دي لكن الناس اللي هتبقى محتاجة طول فمش هتناسبها المسكرة دي لان هي هتدي كسافة ومش هتدي آآ طول بالشكل آآ الواضح وزي ما انتم شايفين هنا الموديل حطاها وبصوا هي مكسفة لها الرموش الزي فانا شايفة ان المسكرة دي مسكرة مناسبة جدا للناس اللي بتدور على الكسافة غير كده هي مش هتديكي حاجة اكتر من كسافة وهي برضو مش مقاومة للمية عشان الناس اللي بتحب المسكرات اللي هي آآ مش مقاومة للمية عشان آآ في بنات بتقول ان المسكرات الووتر بروف دي بتأثر على الرموش وتوقعها فدي من المسكرات العادية جدا اللي سهلة آآ وانتي بتخسلي وشك ان هي تطلع بكل آآ سهولة وزي ما انتم شايفين يا بنات هي حجمها آآ تسع ملي وطبعا المسكرة من تاريخ ما فتحتيها تلت شهور خلاص بتبقى غير صالحة آآ للاستخدام وزي ما انتم هنا آآ شايفين هم كاتبين المسكرة التي تعطي الرموش كسافة كما تبغيين يعني هي دورها ايه دورها كسافة فقط انا مسمية آآ المسكرة دي مسكرة الكسافة واي حد بيسألني عن انه رموش ومحتاج ان هو يكسفها وتبقى تقيلة زي الرموش كده آآ المتركبة فانا بنصحه بالمسكرة بتاعت آآ آآ من المسكرات اللي بتحقق برضو مبيعات عالية جدا عندنا في ايفون والناس بتطلبها بالطلب عايزين المسكرة اللي فيها تلات مستويات يعني حتى اللي مش عارف اسمها آآ بيوصفها وكمان متاحة عندي على الجروب بسعر حلو جدا فاللي عايزها آآ هيلاقي في اول تعليق مسبت وكمان في صندوق الوصف يخش يطلبها وكمان آآ اللي عايز يعمل عضوية معنا في ايفون يقدر يكلمني على الواتساب على رقم الموجود اعلى الشاشة ويطلبها وهياخدها كمان بسعر مخفض عن كده ياخدها بخصم العضوية وهيقدر يستفيد آآ كمان بالخصم دوت على بقية المنتجات الموجودة معينا في البروشور ويستفيد من عروض الاعضاء وكمان اقل سعر الشحن على مستوى جمهورية مصر العربية ده كان الريبيو بتاعنا النهاردة ورأيي في المسكرة بتاعت من آآ مارك بشكل سريع اتمنى كل اللي اجربها هيسيب لي رأيه في التعليقات آآ تحت وآآ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشوكوا في فيديوهات حلوة كتير وريبيوهات احلى على خير باي باي اشتركوا في القناة